وللحديث عن مواجهة ليفربول الليلة في كاس الاتحاد ينضم إلينا من قاهرة الناقض الرياضي شريف مصطفى سيد شريف بعد التحية ليفربول يتصدر البريمير ليج بفارق 22 نقطة عن السيتي وأصبح قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب الغائب لماذا لا يطمع كلوب في تحقيق بطولة محلية أخرى؟ الأمر كله يعود إلى الظروف التي تواجه ليفربول قبل مباريات الكاس ففي كاس الدوري في مواجهة أستون فيلا كان على الفريق أن يواجه أستون فيلا وفي اليوم التالي أن يلعب أول مورياته في كاس العالم للأندية في قطر فكان من الطبيعي أن يلجأ الفريق إلى اللعب بالفريق الشاب يورجن كلوب كان قد قرر الإنسحاب ولكن تفاديا للعقوبات من الاتحاد الإنجليزي قرر النادي أن يلعب بالفريق الشاب وكان من الطبيعي أن يخسر الفريق أمام فريق بحجم أستون فيلا على ملعبه أحد فرق الدوري الممتاز أما اليوم في يورجن كلوب في المواسم الماضية هو من كان أو أكثر من طالب به الأجازة الشتوية لللاعبين أهم اللاعبين في فريقه محمد صلاح وساديو ماني كان مع منتخبين بلادهما في الأمم الأفريقية في الصيف فكان من أكثر المطالبين بوجود راحة شتوية لا يمكن أن يجازف يورجن كلوب بالدوري الإنجليزي وإن كان اقترب بشكل كبير من تحقيق اللقب ومن دوري أبطال أوروبا الساعي بقوة للحفاظ على لقبه من الموسم الماضي أن يضحي بسلامة أو بلياقة لعبيه من أجل مباراة في الكأس أمام فريق من الدرجة الثانية بل بالعكس هي فرصة أكثر للشباب لأن يظهروا بشكل كبير في مباراة اليوم وليريح لعبيه كما ذكر هو بنفسه أن اللاعبين مثل صلاح وماني وهندرسون يلعبون دائما بشكل أساسي مع الفريق يلعبون بشكل كبير مع منتخبات بلادهم هما الأكثر حاجة إلى الراحة مباراة قد تكون سهلة بشكل كبير الريفربول كان مستهتر بعض الشائر في مباراة الذهاب في الشوط الثاني لذلك لا حاجة أن يلعب اللاعبين الأساسيين اليوم هو فقط حاجة إلى الراحة وهو الأهم قبل مواجهة بدنية قوية جدا في دوري أبطال أوروبا أمام فريق بحجم أتلتكو مدريد نعم سيد شريف وبعد الاعتماد على عناصر الشاب في مواجهتك أسرابت المحترفين كما ذكرتم منذ قليل وكما هو الحال في مواجهة الليلة هل ترى أي من هذه العناصر يصلح للاندوام للصف الأول؟ لعبان يظهران بشكل جيد جدا في مباريات الشباب وظهراء أيضا من قبل في قائمة الفريق الأول من قبل كورتس جونس اللاعب الذي يستطيع أن يلعب في كل مراكز وسط الملعب صاحب مهارة عالية قوة بدنية أدوار تكتكام مميزة جدا قد يكون بديل أدم للانا الذي غاب عن ليفربول لسنوات بسبب الإصابة ولم يستطيع حتى الآن أن يستعيد مستوى يقدم حلول إبداعية في وسط الملعب يستطيع أن يلعب دور صنع الألعاب وهو ما يفتقده ليفربول بشكل كبير الآن قد يكون من اللاعبين المميزين في المواسم القادمة وقد يكون ظهوره فيه أكثر من مرة في قائمة الفريق الأول علامة على دخوله إلى قائمة الفريق بشكل كبير في الموسم القادم من اللاعبين الأساسيين خاصة أنه يشارك مع المنتخب الإنجليزي في كل الفئات العمرية واللعب الآخر هو هيرفي إليوت اللاعب الذي يستطيع أن يلعب كجناح أيمن وأيسر ويتميز بقدرته على اللعب بالقدم اليسرى وهو ما يفتقده ليفربول في حالة غياب صلاح خصوصا أن شاكيري تعرض إلى العديد من الإصابات هذا الموسم لم يدخل القائمة بشكل كبير حتى وهو جاهز بدنيا لا يعتمد عليه يورجن كلوب رغم تألقه في الموسم الماضي في أول مواسمه مع ليفربول ولكنه لا يقنع يورجن كلوب بشكل كبير رحيله عن ليفربول أعتقد أنها مسألة وقت وقد يكون هيرفي إليوت صاحب الستة عشر عاما هو اللاعب البديل لصلاح في هذا الموسم وفي الموسم القادم أيضا نعم النقد الرياضي شريف مصطفى كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك